في منف المساء الحكومة العراقية تعقد اول اجتماعاتها بعد نيلها ثقة البرلمان ثقة احتاجت جهودا كبيرة وتسويات قاسية لتمرير الثقة في مجلس النواب وبعد نيلها الثقة امام الحكومة طريق شائك واولوية كثيرة ملحة من وباء كورونا الى الازمة الاقتصادية ومطالب الشارع فضلا عن خطر الميليشيات والوضع الامني فمن اين ستبدأ حكومة القادم وما الممكن فعله في الوقت الراحل وفور نيل حكومته الثقة سارع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادم للتأكيد ان العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات ولا اعتداء على اي دولة مشددا اثناء لقائه السفير الامريكي في بغداد على ضرورة التعاون بين العراق والولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والاملية ومكافحة الارهاب على صعيد اخر شدد القادم خلال لقائه السفير الايراني في بغداد على ان العراق ليكون ممرا للارهاب او مقرا لها ومعنا مباشرة من بغداد الكاتب والباحث السياسي عصام الفيلي اهلا بك سيد عصام عبر اسكاينيوز عربية كل هذه الايجابية اي مطبات واي الغام سينجح القادم في تجاوزها تلبية لمطالب الشارع والازمة الاقتصادية واليوم مواجهة وباء كورونا نعم في البداية اتحالي لك سيدي ولكل مشاهدين الكرام اعتقد كل من ينتبه الى طبيعة البرنامج الذي طرحه سيد الكاظمي يدرك تماما انه رغم قصر او دعني اقول قلة البرنامج الا انه وضع يده على كثير من المفاصل المهمة التي تحاول ان تحجم كثير من المؤسسات التي ساهمت تقويض الدولة ولعل عبارة الشركات الحزبية التي وردت في طيات برنامجه تثبت ان الرجل يمتلك معلومات متكاملة عن كثير من المؤسسات التي ساهمت في ابتلاع الدولة وبالتالي تحاول ان تغيب العراق وان يذهب بمفهوم لا دولة هذه مسألة اضافة الى كل هذا في لحظة استلامه اطلق عبارة كانت من عبارة غريضته قال انني لا يمكن في يوم الايام ان انسى الفقراء وعليه اطلق موضوعة رواتب المتقاعدين في هذا الاطار اضافة الى كل هذا الغى قرار رقم 97 لـ 2020 الذي كان سلفه قد اطلقه في موضوع عقاف تمويل رواتب المتقاعدين والموظفين وعليه قرر مجلس الوزراء في جلسة ما السابقة لا يعني اولا لا يمكن مقارنة سيد عادل عبد المجبي سيد مصطفى الكاظمي لسبب بسيط جدا ان سيد مصطفى الكاظمي متحررا دعني اقول بمرحلة متقدمة من كل الضغوط اولا هو لا يمتلك كتلة حزبية وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك ضغوط تأتي عبر كتلته او في هذا الاطار المسألة الثانية السيد الكاظمي يمتلك معلومات متكاملة وهذا ما يمنحه قوة حتى في التحاور والتفاهم مع كثير من الاطراف هذه مسألة جدا مهمة اضافة الى كل هذا انا اعتقد عدم وتأشير اي مؤشر فساد عليه منذ طيلة مرحلة عمله في جوانب اخرى في المجانب الامني يعطيه قوة بان يتفاهم اضافة الى كل هذا طبيعة طرحي للبرنامج يثبت انه جاد في معالجات كثيرة مثل موضوع انتخابات وهذا وطلب من المجلس النواب ان يذهب باتجاه التصويت على قانون الانتخابات وقانون الاحزاب لذلك اقول هو يدرك تماما ما هي المساحة التي ممكن ان يتحرك بها بطريقة يحظى بتأييد داخلي وتأييد خارجي تأييد الخارجي تمثل بدعم الولايات المتحدة الامريكية بعد اثناء الساعة من استلامه بانه موضوع عزمة الكهربال طيب اتوقف معك عند هذه النقطة بعد لقائه السفيرين الامريكي وبعده السفير الايراني مصادر سياسية كانت نقلت ليل امس بان منح الثقة يأتي بعد اتفاق امريكي ايراني ضمدي اليوم لانجاح هذه الحكومة ولكن المواجهة الايرانية الامريكية مفتوحة ولا مؤشر بانها قد تتراجع او انها قد تقدم ربما تنازلات الادارة في الملف العراقي يعني الامريكان والايرانيين دائما يعني انا اقولها يصلون لا يصلون الى حد الحرب الشاملة احيانا يكون هناك في اقصى اللحظات كانت هناك مناوشات عبر صواريخ او عبر اذرع معينة في هذا الاطار كلنا يعلم ان الايرانيين ما ان استلم يعني سيد مصطفى الكاظمي لمسوا بارقة امل من الولايات المتحدة يعني وهذا تمثل في موضوع الكهرباء اضف الى كل هذا في هذه اللحظات هناك مفاوضات بين الامريكان والايرانيين ليطلاق مجموعة من السجناء التبادل السجناء بينهم المسألة الاهم ايران تدرك كيف تلعب في المنطقة الحرام هذه مسألة بالنسبة لأيران تدرك ان الوضع الاقتصادي جدا سيء بالتالي يكاد يكون العراق بغض النظر يعني عملية غسيل اموال وغيرها من المستفيد تدرك ان العراق يمثل جزء من الرئة التي يتنفس بها من خلال اقولها العلاقات التجارية وتعتمد ايران في كثير من مصادر اموالها من حجم الاسترادات العراقية يعني حقيقة الكبيرة هذه مسألة الولايات المتحدة الامريكية تدرك انه لا يمكن ان تذهب الى المواجهة مع ايران في هذا الاطار ربما هناك ساحات اخرى ودعني اقول حتى ايران موقفة في سوريا بدأ اكثر ضعفا اما بتهديدات روسيا للرئيس بشاري الاسد وهذا بدأ واضحا من خلال تبادل الاتهامات اليوم ايران اقولها تدرك تماما ان موضوع المواجهة مع الولايات المتحدة الامريكية سيؤلب كثير من الاطراف باتجاه ضدها في ووقع التعاني من ضائقة مالية ذهبت الى تصفير العملة وبالتالي دائما ايران في اوقات تتعامل حتى في سياسة الداخلية تارتا ان النظام السياسي ضد ايران لمهلة ثلاثة اشهر اضافية ماذا سيقدم القادمي وحكومته للادارة الامريكية وماذا عن المساعدات ايضا الموعودة يعني سيد الكاظمي يحرص على ان يثبت العالم ان العراق لا يمكن ان يبقى تحت العباء الايرانية يجب ان يكون جزءا لا يتجزأ بدوره الريادي في المنطقة كلها يحتفظ بعلاقات متوازنة لا يتماهى في هذا الطرف او ذاك الطرف ولكن يتماهى في مصلحة العراق الوطنية هو يدرك ان الولايات المتحدة قادرة تماما على تقويض الوضع الاقتصادي في العراق واذا قوض الوضع الاقتصادي في العراق ستكون هناك ثورة شعبية لن تبقي شيئا لا سمح الله في هذا الاطار ولكن في هذا الاتجاعة تقبل سيد الكاظمي يفهم طبيعة ادوات الضغط الايراني وادوات الضغط الامريكي وهو يرسل رسالة او مسج ويتفاهم مع الجميع بعقلية الرجل الهادئ ولديه كثير من المواقف حتى حينما كان رئيس جهاز المخابرات استطاع ان يفكك ازمة الصيادين القطريين وكلنا يعلم هذا في موضوع جائحة كورونا حينما ذهب الزوار الكرام الذهبوا لزيارة الامام الكاظم كان هو اول الحاضرين واتفق مع الجميع ان يغلق ابواب المرقد وبالتالي هو طبيعته يعمل باسلوب الميدان وليس باسلوب المكتب او التنظير ولكن طبيعة عمله صامت كجزء من شخصية كل رجال الظل في العالم مباشرة من سيديوهاتنا في بغداد الكاتب والباحث السياسي العراقي عصام الفيري شكرا جزيلا لك